الآن سنعبر الحدود إن شاء الله وسندخل أرض الشام سورية وهذا هو البلد الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة اللهم بارك لنا في شامنا فهيا بنا الآن لنشاهد الأعمال الإغاثية الجارية هناك الساعة الآن الثانية عشرة إلا ربع ظهر وقد دخلنا سوريا وسنذهب إلى مدينة جنديرس لنستطلع على الأنشطة التي تجري تحت رعاية FGRF وسنخبركم بخطتنا اللاحقة أيضا إن شاء الله نحن الآن وصلنا لأحد المشاريع الخيرية لFGRF وهذا المشروع داخل سوريا والمشروع هو بناء ستة وتسعين منزلا ومدرستين علما أن FGRF يعمل هنا مع المنظمة المحلية آفاد وجمعية أندا وهذه المدرسة سنبنيها باسم دار المدينة وسيتم فيها تعليم الأطفال دراسة علمية حديثة مع القرآن الكريم بإذن الله وهذا المبنى الآخر باسم مدرسة المدينة لتعليم القرآن حفظا وقراءة تحت رعاية FGRF إن شاء الله وخلفها يوجد ستة وتسعين منزلا وسيتم معها الدراسة النظامية أيضا إن شاء الله يمكنكم رؤية هذه الستة وتسعين منزلا التي سيسكن فيها أطفال الأيتام وعائلاتهم وهي مبان صغيرة عمل البناء يجري بسرعة هذا حمام وهذا مطبخ صغير وهذه غرفة وهذه غرفة أخرى أي يجتمل هذا المنزل على غرفتين وحمام ومطبخ ويجري هنا الآن عمل طلاء الجدران ونرجو أن يتم العمل بأسرع وقت إن شاء الله ثم يتم تسليمها إلى المنكوبين والمحتاجين في كل مبنى من هذه ثمانية منازل أربعة في الطابق العلوي وأربعة في الطابق السفلي الدعاة الشاميون والعرب سيأتون إلى هنا ويعلمون هؤلاء الأطفال إن شاء الله فهذا عمل خير عظيم سوف يتم إن شاء الله وسنقوم بعمل عظيم في المستقبل عند الحدود السورية أيضا فالرجاء منكم أن تستمروا بدعمكم لFGRF انظروا هذه هي مؤسستكم FGRF وأنشطتها التي تخدم المسلمين في أنحاء العالم حتى في الأماكن البعيدة أيضا وهذا هو أول مشروع من هذا النوع أي بناء المنازل ولن نكتفي بهذا فقط بل أتوقع إنجاز هذا العمل بفضل الله في شهر أو شهر ونصف ثم نسلم هذه المنازل إلى أصحابها ونريد بناء منازل أخرى أيضا إذا نشكر الإخوة الذين يدعمون قسم FGRF التابع لمركز الدعوة الإسلامية ونقول لهم استمروا بدعمكم لأنه يوجد هناك الملايين من الناس المشردين والمنكوبين وهم بحاجة إلى المساعدة وفقنا الله الكريم لأن نساعد بكرم وسخاء الأمة المهمومة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم والآن سنتجه إلى المدينة التي نبني فيها ألف منزل وهي على بعد ساعة من هنا تدعى مدينة عفرين سنذهب إلى هناك ونزور المكان الذي ستبنى فيه المنازل إن شاء الله وإذا أمكن أن يدفع كل فرد منا قيمة منزل فقط سيحفظ الله منازلنا إن شاء الله أتينا هنا لتوزيع بعض الأشياء تحت إشراف FGRF فتفضلوا إلى الداخل نوزعها بينهم إن شاء الله معنا في الصندوق دقيق زيت وأرز أيضا وسنوزعها في المخيم على الناس وملح ومعكرونة أيضا هيا بنا نوزع هذه الصناديق تحت رعاية FGRF ما أجمل وألطف هؤلاء الأطفال من الممكن أن يكون هؤلاء الأطفال أطفالنا تفكروا بهم هم يعيشون منذ سنة خارج منازلهم في الخيام ونحن أتينا هنا لنوزع عليهم صناديق المساعدات انظروا إلى البهجة على وجوه هؤلاء الأطفال حفظهم الله وأسرهم نشكروا الإخوة الذين ساعدون وما زالوا يساعدوننا جزاهم الله أحسن الجزاء لقد وزعنا الأشياء على أهلها في هذه المخيمات والآن سنتجه نحو مخيمات أخرى هؤلاء الناس يعانون من مشاكل كثيرة لقد مر عليهم أكثر من عام وهم في مثل هذا البرد يصعب العيش في المنزل بدون مدفأة فتخيلوا كيف يعيش هؤلاء مع عائلاتهم وأطفالهم في المخيمات نسأل الله أن يمنحهم أحسن المنازل ووفقنا أيضا لأن نقدر النعم ونشكره عليها لقد جئنا هنا بإذن من الحكومة التركية التي وفرت لنا الأمن هذه شاحنة جاهزة وكل هذا مخيم يسكن فيه أناس كما ترونه وقد تم هنا بناء منازل صغيرة أيضا انتقل إليها عدد من هؤلاء والآن سيتم توزيع الطعام على هؤلاء الناس إن شاء الله يا أرحام الرحمن فالرجعان المسلمين والآن سنعود إلى تركيا الحمد لله لقد رأينا هنا مشروعا جميلا وتشاورنا من أجل مشروع جديد أيضا فنرجو رجاء حارا من الإخوة المسلمين في العالم أن يساعدون علما أن قيمة المنزل الواحد هو ألف وسبعمائة دولار نسأل الله تعالى أن يوفقنا لبناء ألف منزل والآن سنعود إلى الحدود التركية إن شاء الله ونغادر المنطقة الحدودية من مدينة كيلس إلى مدينة أضنى ومن هناك نركب الطائرة إلى إسطنبول وقد وصل جدولنا في تركيا بل لكل أوروبا وبريطانيا إلى نهايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر